أسعد الله مساءكم بكل الخير سجلت خمسة عشر حالة جديدة اليوم لأشخاص مصابين وهم على الترتيب ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة كانت شقيقتهم قد زارتهم من النروج وعادت وهي الآن في قسم العناية الحثيثة في النروج أما هم فهم في حالة جيدة ثلاثة أشخاص من مخالطي حفل الزفاف في محافظة إربد اثنان من المحجور عليهم في مستشفى الأمير حمزة وقد أتوا من الخارج ثلاثة أشخاص مخالطين لأحد المصابين وهم والدها ووالدتها وأخيها وحالة اكتشفت وغير معروف سبب الانتقال ويتم الآن التقصي الوبائي لمعرفة سبب الانتقال ومن خالطت وثلاثة حالات لواحد عادة من مصر وواحد من بريطانيا وواحد من هولندا والأعداد يصبح العدد الإجمالي خمسة وثمانين حالة في المملكة جميع الحالات حالاتها مستقرة